يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا كل التحية لكل أهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة معنا من السادسة أهلا وسهلا بكم والنهاردة التحية زيادة شوي التحية لأنه الأهلي الحقيقة صاحب جمهور عظيم يعني زي ما الأهلوية كان من حظهم أنه هم يشجعوا وينتموا اللي كان عظيم جدا اسمه نادي الأهلي كان مصدر فرحة وبهجة وسعادة على مدار سنين وتاريخ طويل جدا والحمد لله أنه مستمر كان الحقيقة كمان الأهلي سعيد الحظ بجمهور من طراز فريد من طراز خاص وأنا الحقيقة عايز أبتدي مع جمهور الأهلي النهاردة هتكلم معاكم طبعا على الصفقات وهتكلم معاكم على الميركاتو منعني فيدي أكتر حاجة يمكن شغلة جماهير النادي الأهلي ليومين دول وبتابع لحظة بلحظة وثانية بثانية أي اسم بس مجرد اسم يرتبط بأنه داخل في إطار المفاوضات أو في احتمالية لانضمامه لنادي الأهلي بيكون الخبر مهم جدا من نسبة الجميع بس قبل ده أنا عايز أقف مع لقطة مهمة جدا وأنتوا عارفين طبعا أنه ديربي مصر في الباسكت أهلي والتحاد يعني قطبي كرة السلة في مصر الأهلي والتحاد والمنافسة بينهم حتى في المواسم الأخيرة والبطلات والألقاب الأخيرة كانت دايما أهلي والاتحاد وعارفين طبعا الأحداث المؤسفة التي أدت إلى عدم اكتمال مباراة السوبر اللي جمعت بين أهلي والاتحاد مؤخرا واللي كان الاتحاد بالمناسبة متقدم فيها لغاية ما توقفت المباراة بسبب حادث سقوط أحد المدرجات اللي عايز أقوله أن أنا تبعت ردود أفعال أكتر من رائعة حاجة تعكس مدى الرقيق والاحترام المتبادل بين جمهور نادي الأهلي وجمهور نادي الاتحاد والحقيقة يمكن عمري ما شفت موقف أو ما عداش علي قبل كده موقف أنه لما تسأل جمهور سبك من موقف الإدارة طبعا أنا أقدر تماما الحقيقة وأستحسن جدا قرار إدارة النادي الأهلي بالتنازل عن لقب السوبر لنادي الاتحاد لكن أنا بتكلم على مستوى الجماهيري لأنه طبيعي جدا جمهور أي نادي حاريس وبالذات جمهور نادي الأهلي في كل الألعاب مش بس كورة القادة بتكلم على كل الألعاب حاريس دايما على كل القاب وما يفكرش في أي لحظة من اللحظات أنه يفرط في لقب أو يتنازل عن بطول ولكن ولكن تبعت كده على السوشيال ميديا وعلى يعني أكتر من طرحة اتقال أو تسأل فيه جماهيري النادي الأهلي إيه رأيكم في قصة سوبر الباسكت؟ إيه رأيكم في قصة سوبر الباسكت؟ وتسوفوا إيه الأفضل لإدارة النادي الأهلي كقرار أنها تتخذوا وحتى بعد ما إدارة النادي الأهلي اتخذت القرار رأيكم إيه في قرار بجلس إدارة النادي الأهلي بالتنازل عن المطورة للسوبر؟ تقريبا تقريبا شبه اجتساح يعني تقريبا شبه اجتماع فيه مباركة وفيه استحسان كبير جدا بل إنه كان حتى قبل صدور القراء فيه مباركة من جماهير نادي الأهلي بالتنازل علاقة بل صالح نادي الاتحاد السكندري لأكتر من سبب وناس يمكن كتير عددت الأسباب لكن عمرك وشفته جمهور في منافسة رياضية شريفة بهذا الرقي وهذا الاحترام وده ليه أسبابه طبعا أسبابه المرتبطة بالعلاقات التاريخية بين أهلي والاتحاد جمهور طول عمره الحقيقة بنحترمه وبنقداره فرقة الحقيقة طول عمرها فرقة محترمة ما سأكون بكلم على باسكت أو كرة قدم إدارات متعاقبة في منطقة الاحترام ده المشهد اللي بيحكم وده المشهد اللي أتمنى أشوف وجزء أصيل حقيقة من فكرة المنافسة رياضية الشريفة إنه بقي فيه علاقة وده واحترام حتى ولو كان فيه منافسة قوية إلى أبعد الحدود هكلم معكم على الجديد في قصة المركاتو والصفقات الجديدة في سعادة الأهلي المصري اللي خلاص مباراة لتفصيلنا عنها 48 ساعة وما بعدها عماية لها من مباراة تانية عندنا اسموحة والزمالك وهنا هيكونين وقفة بس قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسة عشان وقتنا وقت حلقتنا خلينا نبدأ بالتمرينة هتكلم على المركاتو وهقول لكم التفاصيل والمستجدات المتعلقة بمسم أو يعني سؤال انتقالات شتوى بالنسبة لأهلي بس يهمني أغطي معكم تمرينة النهاردة وأتكلم معكم شوية على مباراة المصري اللي قد تشهد عودة بعض الأسماء بعد غياب يعني خلينا أقول لكم مبدئيا طبعا وده الكلام ده من مبارح مش بس يمكن احنا وكناش موجودين معاكم كسادسة مبارح على الهوى لكن الكلام ده من مبارح طهر مبارح راجع مرة تانية يشترك في التدريبات الجامعية حمدي فتحي وعبد المنعم الاثنين جهزين حسب بقى الجهزية الفنية وحسب قرار ميستر كولر ميستر كولر بتادى تمرينة النهاردة بمحاضرة كالعادة يعني طبعا ربعي إحراص المرمى ده يمكن يكون واحد متغلط بصفى بصابة شبير اللي أعتقد أنه سافر خلاص قطر عشان يتابع البرنامج التأهيلي بتاعه هناك لكن شناوي علي لطفي حمزة علاء مصطفى مخلوف ربعي حراس المرمى كانوا تحت قيادة ميشيل يانكون النهاردة شارك في التمرينة كمان كريستو وخالد عبد الفتاح الصفقتين الجداد اللي تم الإعلان عنهم وعموما طبعا فرقة الأهلي جاهزة إلى حد كبير بيرستو شارك في تمرينة النهاردة بس مشاركش في التأسيم وبالتالي أوراق الأهلي اللي كانت غيبة في الفترة الأخيرة راجع مرة تانية إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله بيتم تجهزها وتحضرها عشان تكون موجودة معنا في كاس العالم تركيزنا كله طبعا على مباراة المصري مباراة صعبة حيث تضيفها ملعب استاد برج العرب إن شاء الله بعد بكرة الخميس ومن بعدها يبقى قدامك ثلاث مطشاط قبل رحلة السفر وقبل بداية مشوارنا في المونديال عندنا سموحة في قبل نهاية الكاس وعندنا الزمالك وعندنا أعتقد البنك الأهلي يوم 24 زمالك 21 بنك الأهلي 24 هي قصة الكاس بس اللي الناس يمكن كان بتكلم فيها ومعها كل الحق الحقيقي لأنه فكرة أنه الزمالك هلعب في نفس الدور في الدور قبل النهائي بس هيلعب يوم 16 والأهلي هيلعب مع سموحة يوم 17 والاثنين هيلعبوا بعض اللي هما الأهلي والزمالك في بطولة الدوري وم 21 ودي يمكن شوية يعني مدايق الناس ومعهم حق بصراحة لأنه ما كانش ينفع عبدا أنه الفاصل الزمني قبل مباراة القمة قبل مباراة الدربي الأهلي والزمالك كان يجب أنه يتم مراعاة أنه يكون فيه يعني مسواه في الوقت يعني الأهلي زمالك يلعب 16 ويريح أو هيبع عنده مش هيريح يعني بس هيبع عنده فترة للسعداد لمباراة القمة أطول بكتير من أطول بيوم كامل من النادي الأهلي وبالتالي عنده فرصة أنه يستعد بشكل أفضل وده طبيعي واليوم يفرق كتير جدا وخصوصا أنك أنت بتلعب مطشين في منطقة الصعوبة بتلعب مباراة قبل نهائي كاس ودي مباراة لها طبيعتها وقد تمتد دلوقت إضافي وبعدها بتلعب مباراة دربي المنافس أو صحيح دلوقتي حسب جدول الترتيب مش المنافس الرئيسي ليك المنافس الرئيسي ليك فيوتشر فيوتشر هو اللي بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب لكن يظل الزمالك منافس رئيسي ليك ومباراة الزمالك حضراتكم عارفين أنها المباراة الأكتر شعبية وجمهرية على مستوى مصر فكان مفترض أنه يتم لعب المباراتين إما لتنين يوم ستاشر أو لتنين يوم سبعتاشر كان الرد طبعا الفكرة دي على الكلام ده أنه الاتنين هيلعبوا أو المباراتين دول هيتلعبوا على استاد القاهرة طب ليه للأهلي مش الأول؟ يعني سؤال الناس بتسأله بصراحة طب ليه الأهلي مش ستاشر والزمالك مش سبعتاشر هل ما كانش فيه بدائل تانية؟ الحاجات الصغيرة دي الناس بتاخد بالها منها جدا وبتحسب حساباتها وبتشك فيها وبتروح أو جزء كبير منهم بيروح لنظرية المؤامرة بشكل عنيف أعتقد أنه يجب علينا أن نراعي أو القائمين على التنظيم المسابقات يعني لجنة المسابقات أنها تراعي الحاجات دي وتاخدها في الاعتبار خصوصا أنها جاية قبل المباراة في منتقى الحساسية بالنسبة للقطبين بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك عندنا أخبار كمان مش بسة عن المركاتو بتاعنا عن المركاتو الأوروبي وعندنا لقاء بنفرد بي لقاء خصري مع واحد من أكبر الأسماء اللي اشتغلت في أفريقيا وقادت منتخبات كبيرة جدا يمكن أبرز تجاربه كانت منتخب الكاميرون كلورواء مدرب الفرنسي الكبير واللقاء عدد كبير من المنتخبات الأفريقية هيكون دفنة في السادسة بس بعد فاصل ونرجع لحضراتكم ما فيش خلاف على أنه واحد من أكبر الأسماء اللي اشتغلت في القرى الأفريقية هو واحد من المدربين اللي سابوا بصمات ويمكن يكون واحد من أكتر المدربين اللي معروفين واللي ما تشوف شكلهم لازم تعرف اسمهم المدرب الفرنسي الكبير كلورواء المدير الفني السابق لعدد كبير طبعا من المنتخبات الأفريقية أبرزهم طبعا كان كانت تجربته مع منتخب الكاميرون واللي فيه أثناء الفترة دي يعني واجه المنتخب المصر فيه مناسبات كتيرة جدا هنتكلم معاه على موضوعات كتيرة جدا تخص الكرة في فرنسا تخص كاس العالم وتخص الحقيقة تصريحات وحرب كلامية إنجاز التعبير مع أهم نجوم الكرة الفرنسية في الوقت الحالي بداية طبعا أرحب بيه على شاشة الأهلي وأشكره على مشاركته معنا في السادسة أهلا وسهلا بك كلاود لورواء شكرا جزيلا لكم يعني بداية خليني أروح للصحافة الفرنسية يمكن أبرز العنوين في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة كانت بتتكلم على التصريحات اللي أدلة بيها رئيس الاتحاد الفرنسي نوال لوجغايه والتصريحات دي كانت في معظمها بيهاجم فيها نجم الكرة الفرنسية طبعا زين الدين زيدان والموديل الفني السابق لريال مدريد قبل ما يتعرض لحملة هجوم مضادة ويقدم بعد كده اعتزاره لزيزو شفت ده ازاي وشايف ازاي ردود الأفعال على تصريحات لوجغايه أنتم تتحدثون عن الرئيس الاتحاد الفرنسي أعتقد أنه أخت أنا أعرفه بشكل جيد أعلمه أعرفه بشكل شخصي وأعتقد أن لا يوجد شخص يتوقع أن يهاجم زين الدين زيدان لأنه قدد السقة مثلا في ديدي ديشون وزين الدين زيدان هو رجل رائع رجل مثالي استثنائي لهذا أعتقد أنه ليس لدينا الحق أن نتحدث على زين الدين زيدان صاحب هذه الجودة في كرة القدم وكما أنه يمثل الكرة الفرنسية كان شيء سيء أن تتحدث عنه بشكل شخصي يمكن الإدل التصريحات دي حجم جميل كان مرتبط بفكرة إخفاق المنتخب الفرنسي في الحفاظ على لقبه كبطل للعالم وناس كتير جدا أو كتير من وجهات النظر كانت شايفة أنه ديدي ديشون المدير الفني المنتخب في فرنسا كان يتحمل جزء كبير من المسؤولية في الإخفاق ده بل أنه فيه أصوات نادت بأنه ديشون مرحلة وانتهت وعلى زين الدين زيدان أنه يتولى مسؤولية المنتخب الفرنسي رأيك إيه في ده وهل شايف أنه كان لابد أنه زيدان يخد تجربة أو يتولى مسؤولية المنتخب الفرنسي بعد نهاية بطولة كأس العالم أعتقد أن الفريق الفرنسي أدى كأس عالم كبير ديدي ديشون لعب بطولة قوية وإذا تحدثنا هو أفضل مدير في العالم هو لاعب دائما ما يذهب إلى المباراة النهائية حصل كأس العالم وصل لنهاي كأس العالم وصل لنهاي أمم أوروبا ودائما دائما مع تغيير الأجيال وتغيير اللاعبين أعتقد أنه ليس هو المشكلة لأنه إذا فاز بالمباراة لم يكن ستحدث أحد عنه أعتقد أنه ليس هذا هو السبب وهذا ليس له علاقة بزيل ديزيدان بموهبته كمدرب كبير ولاعب رائع هي ليست نفس الظهر اللاعب ليس هو المدرب والمدرب هو اللاعب وأعتقد أنه كان من الجيد الحفاظ على ديدي ديشون بعد الهزيمة أيضا في نهاية كأس العالم أعتقد أنه كان قرار جيد وموفق وأنا أحب كثيرا زيل الدينزيدان وأتمنى أنه في يوم يكون مدرب من المتحدة فينسي ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن القرار الصعب كان هو الحفاظ على ديدي ديشون خصوصا أنها قد مبرائعة في النهاية يعني بالكلام على المنتخب الفرنسي بيتهالي كمان أنت يمكن كان لك تجربة مهمة جدا وحب نتكلم عن كاس العالم يعني 22 كان لك تجربة مهمة جدا وطويلة وممتدة وكت صاحب بصمات مهمة جدا مع الكورة الأفريقية فبالتأكيد من أسمع رأيك في أو تقييمك لمشاركة المنتخبات الأفريقية ومدى نجاحها ومدى تطور الكورة في أفريقيا من وجهة نظرك لولوروا في بطولة كاس العالم الأخيرة أعتقد أن لأول مرة الخمس فرق الموجودين في كاس العالم لأول مرة كانوا يستطيعون الصعود للدور الأخ السنغال المغرب تونس جميع الفرق الأفريقية كانت قريبة من الصعود وأنا لن أقول هذا لأني على تلفزيون مصري ولكن سأقول أن مصر أيضا تمتلك جيل رائع وهي دائما مكانت على قوة في أقرة أفريقيا على مساقطة القدم يوجد نيجيريا يوجد كوديفار إذن فيوجد تقدم كبير وواضح على مستوى الكورة القدم الأفريقية لابد أن نخفل هذا وأن وضحه لأن هذا يؤثر على قرة القدم في العالم وأعتقد نعم رأينا كاس العالم في هذا الوقت ورأينا أن فريق أفريقي يذهب لنيحيات كاس العالم فلهذا أعتقد أن تقدم والتطور واضح طب بما أنك ذكرت منتخب مصر أنا يعني طبعا ما عنديش رقم أو ما عنديش إحصائية بعدد المباريات اللي أنت خدتها في مواجهة المنتخب المصري بس بالتأكيد في زكريات كتيرة جدا ما تدارش تنسيها قاليني أسألك أقوى نسخة وأصعب أو أصعب مباراة خدها كلود درواء في مشواره في البطولات الأفريقية أو في التصفيات الأفريقية في مواجهة المنتخب المصري كانت إيه؟ أنا أتذكر العديد من المباريات أتذكر في عام 2006 أعتقد أنك لم تكن كبيرا جدا ولكن نحن ذهبنا لنهائي لكأس مو أفريقية وكان يوجد العدد من الفرق القوية مصر والمغرب والجزائر وعدة فرق نحن هزمنا كوديفور وصم لعبنا أمام المنتخب المصري ونحن تعدنا سلبيين في المباراة وصم أمسمه زمنا وكان شيء صعب علينا وكان شيء ليس بالسهل أن نقول في هذا التوقيت ولكن أعتقد أن الفريق المصري كان لديه جيد رائع وأعتقد أن النهائي كان صعب وكانت مباراة رائعة مباراة صعبة جدا على المستوى التكتيكي مباراة ليس بها مساحات على الإطلاق ونحن فوزنا بالكرة الإفريقية ليس بالصدفة ولهذا أعتقد أن نعرف أيضا كلنا في حسب الكرة الإفريقية النادي الأهلي الذي هو النادي الأقوى في إفريقيا ولهذا مثل الزمالك وبرامد زلقان أيضا إذن الكرة المصرية دائما دائما تخرج لاعبين وكرة رائعة طول مشوارك مع الكرة الأفريقية لم تتلقى أي عروض للعمل في مصر سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية بالفعل لقد حصلت على عديد من العروض ولكن كنت دائما في عقد مرتبط بعقد مع عندها أخرى وكان لدي العروض من النادي الأهلي ومن النادي الزمالك أكثر من مرة ولكن للأسف كنت دائما في عقد مرتبط بعقد مع فريق آخر ولهذا لم أكن أبدا متواجد في مصر كمدرب ولكن نحن نحب حتى على مستوى عائلتي تحب مصر جدا على مستوى العائلة هي تحب مصر جدا أهلا وسهلا بكم في أي وقت خليني أروح للنقطة اللي كنا يمكن منكلم فيها من شوية وتأثيرها على اللي جاي يعني أنت تعرف وبالتأكيد متابعة تقلق عدد كبير جدا من النجوم الأفريقية النهاردة بنكلم على يعني على كل المستويات في كل المراكز هتلاقي دايما لعب أفريقي على أعلى مستوى في حراس المرمى عندنا مثلا حارس مرمى زي ماندي حارس مرمى المنتخب السنغالي عندنا لعبين زي أشرف حكيمي زي محمد صلاح زي رياض محرز زي حكيم زياش وغيرهم وغيرهم من النجوم يعني والقائمة طول وأربط ده الحقيقة مستجد شفنا لأول مرة بيحصل يمكن في بطولة كاس العالم وهي قدرة المنتخبات الصغيرة على التفوق على المنتخبات صاحبة الإسم والتاريخ شفنا السعودية بتكسب الأرجنتين شفنا تونس بتكسب فرنسا شفنا الكاميرون بتكسب البرازيل شفنا اليابان بتكسب ألمانيا وطبعا وصول المنتخب المغربي بعد ما تجاوز بلجيكا وإسبانيا والبرتغال لدور قبل النهائي هل شايف اللي حصل ده مجرد استثناء ولا ده تحول حقيقي هنشوفه كمان وهنشوف أصاره وتبعاته في السنوات اللي جاية في كرة القدم نعم نعم أعتقد أن أتمنى أن هذا لم يكون شيء استثنائي أعتقد أن كما قلت من قبل هذا هو تقدم على مستوى كرة القدم كرة القدم في العالم ترى تشهد قوة كبيرة للكرة الأفريقية في الوقت الأخير وأعتقد أن المنتخب المصري المنتخب الإبواري ومنتخب الجزائري وعديد من المنتخبات سيدون بشكل رائع في الفترات القادمة لأن هذا واضح يوجد شيء واضح وملحوظ على تقدم القرى أفريقية وأعتقد أن هذا سنتحدث مثلا على الدور الإنجليزي سوف نرى أفضل نجومهم محمد صلاح وساد يوماني سوف نقول أن لاعب مصري ولاعب سنغالي ولاعب من الجابون وهذه أقوى دوري في العالم وترى ثلاثة نجوم يحتلون أفضل الملاكس في أقوى دوري في العالم هو الدول الإنجليزي ولهذا هذا ينعكس على قوة القرى الإفريقية التي ظاهرة بالشكل واضح في العالم كله ولهذا هذا ليست صدفة على مدار مشوارك في أفريقيا هل شفت مش بس المنتخبات اللي انت دربتها لكن هل كان في جيل لأي منتخب إفريقي في أي فترة من فترات شفتوا أنه قادر أو يستطيع أن يحقى لقب بطولة زي بطولة كأس العالم أعتقد أن كان يوجد الكسير الكاميرون في عام 1990 كان لديهم القدر على الفوز بكأس العالم هم استطاعوا الفوز هم هزموا من إنجلترا في مقاراته بالنهاية ولكن أعتقد أن كان لديهم العديد من العبين الرائعين الشباب الذين كانوا يستطيعون الفوز بكأس العالم حارس رائع فريق كان متكامل ودائما الفريق الكبير الذي يفوز بطولة كبيرة لا يبد أن يكون لديه حارس مرمى كبير نحن نعلم هذا أيضا منتخب المصري لديها حارس مرمى كبير جدا والمنتخب الكاميروني الذي على مدار التاريخ لديه أونتوان بيل وحراس رعين السنغال أسي ماندي أعتقد أن ماندي لديه كدرة كبيرة لديه المؤهلات الكبيرة مع تشلسي ولكن هو مع السنغال لم يكن في أفضل الأحوال ولهذا كان يستطيع أن يغير أحوال المنتخب السنغالي في كأس العالم ولكن أعتقد بالنسبة لكأس العالم القادم أعتقد أن المنتخبات الأفريقية ستظهر بقوة كبيرة وصفنار المنتخبة الأفريقية على الساحة خليني أشوف أو أنقل لك توابع مبعد بطولة كأس العالم أو مبعد نهائي بطولة كأس العالم مواجهة تحديد المواجهة التي جمعت بين الأرجنتين وبين المنتخب الفرنسي وكتير بيروا أن المواجهة دي تحديدا قد تؤثر على فرص بريس سان جرما في المنافسة على لقب أوروبا وخصوصا بعد احتفالات لعابي المنتخب الأرجنتين واللي يمكن كان فيها أو البعض قال أن فيها تطاول أو إساءة نوعا ما للمنتخب الفرنسي وتحديدا لكيليا نينبابي هل بتشوف أن الظروف مهيئة في الوقت الحالي لبي أش جي بالأسماء الكبيرة وبالنجوم الكبيرة بتلعب فيه لتحقيق لقب بطولة دوني الأبطال ولا شايف أنه إنعكاس أو ما بعد بطولة كأس العالم قد يؤثر على غرفة الملابس وقد يؤثر على علاقة نجوم الفريق ببعضهم البعض أعتقد نعم نعم قد يؤثر قد يؤثر هذا الفريق إمبابي هو يوجد ونيمار أيضا وهو أحد أفضل لعبين في العالم ولكن المشكلة الفريق ليس يفوز فقط بالعامل الفردي لابد أن تحصل على اللعب الجماعي كرة القدم لعب جماعيا ولكن إذا وضعت أفضل لعبي العالم في فريق واحد لن يفوزوا هذا ليس شرط أن يفوزوا بكل البطولات قد يفوزوا وقد لا ولهذا الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس مشترد أن تكون تمتلك أفضل لعب في أفضل مركز إذا حدثنا على منتخب الفرنسي مثل منتخب الفرنسي الذي لم يأتي في أول ساعة أمام المنتخب الأرجنتيني ثم في آخر نصف ساعة استطاع أن يحرز هدفيني ويرجع للمباراة وأعتقد أن باريس سنجمان يحتاج إلى الروح الجماعية والتواصل والترابط الذي يجعلهم متواصلين ذهنيا وفنيا طوال المباراة وليست فقط في بعض الأحيان ولكن ناسكم متأكد أن باريس سنجمان قد يستطيع أن يفوز بدوري أبطال أوروبا لأنها ليس الفكرة بجودة فقط اللاعبين وإنما باللعب الجماعي والتواصل الذي يصحر على الفريق كلود لورواء سؤالي اللي جاي يمكن يكون سؤالي الأهم ليك في الحوار ده وأنا عارف أنك واحد من المدربين اللي يعني تقريبا غسط في الكرة الأفريقية وتعمقت فيها بشكل كبير وكنت صاحب تجربة بالتأكيد في منتهى الأهمية إذا ما أرادت الكرة الأفريقية وأنا أعلم أنك يمكن تتفق معي أنها تملك من الإمكانيات المهارات النواحي البدنية النواحي التكتكال التي تطورت مع احتراف اللاعبين الأفريقية في أوروبا الكثير اللي يتيح لها أنها تنافس قارة أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية على الأرقام الكبرى ما الذي ينقص المنتخبات الأفريقية وما الذي ينقص الكرة الأفريقية عشان تقدر تكون دايما حضرة في منافسة الكبار سواء في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا أنا لا أعتقد أنهم يفتقدوا شيء كثير كما تحدثنا الفرق تطورت بقوة هم فقط يستطيعون يحتاجون إلى فعل مجهود كبير والرغبة في التطور والتنافس على هذه الألقاب لأنه كما قلنا هم لا يوجد الإمكانيات بالفعل كما قلت أنت في الكرة الأفريقية لا بد من تواجد مدربين على مستوى عالي لأن هذا مهم جدا أيضا لكي يستطيعون أن يساعدون هذه الأجيال القوية في التطور في قوة القدم لوصول الأفضل ولكن هو ليس ولكن ليس يوجد شيء صعب لا يوجد شيء بعيد على الكرة الأفريقية المنافسة كما رأينا إذا لم يكن المنتخبات الإفريقية كوية لم تكن تستطيع أن تفوز ببطولات الشباب وكاس العلم شباب وبطولات كبيرة إذن هو فقط يجب فعل مجهود كبير ورغبة في الحصول على قبل هل بتشوف أنه بعد أيام يمكن هتنطلق بطولة كاس العلم للأندية هل بتشوف أنه النتائج اللي حقيقتها المنتخبات الصغيرة يعني بين قوسين يعني أو اللي ما عندهاش تاريخ طويل أو كبير أو ما حايتش ألقاب البطولة في كاس العلم تنعكس على مستوى المنافسة وشكل المنافسة في بطولة كاس العلم للأندية وخصوصا أن احنا عندنا هنا ثلاث أندية من المنطقة العربية هتشارك في البطولة عندنا الهلال السعودي عندنا الأهلي المصري عندنا الوداد المغربي شايف فرصهم إزاي في كاس العلم لأندية كما قلت دائما الفرق الإفريقية والعربية لم تصل إلى بعيدا في الفوز بالبطولة بكاس العالم ولكن أعتقد أن الوداد أيضا أدى بطولة إفريقية كبيرة في هذه البطولة مع وليد ركراكي وأعتقد أن الأهلي الأهلي هو فريق القرن كما نعلم وأعتقد أن خبراته وقودة لعبينه يستطيعون أن تحقيق وذهب بعيدا في كاس العالم الهلال أيضا لديه لاعبين كبيرين ولكن إذا حدثنا عن كريستيانو نالدو مثلا الذي هو لاعب رائع وإذا كان يتحدث عن كأس العالم وهو حصل على لن يحصل على أفضل لاعب في العالم برغم هذا ولكن أعتقد أن الفرق الأفريقية تستطيع تستطيع والفرق الأفريقية تستطيع تحقيق شيء جيد في كاس العالم كلود لوروه المدير الفني الكبير الحقيقة اللي اشتغل مع عدد كبير من المنتخبات الأفريقية واحد من أصحاب التجارب الحقيقة الاستثنائية في مع الكرة الأفريقية بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعندي كلام يمكن من النقطة اللي وقف فيها كلود لوروه هكمل معكم في السادسة بس تسمحوا له فاصل ونرجع لكم على طول مرة تانية أهلا وسهلا بيكم في السادسة نتكلم شوي بقى عن المريكات قبل ما أتكلم على الأسماء أنا عارف طبعا أنتم على طول يعني عايزين تتكلموا في الأسماء بس هنا احنا هتعودنا احنا هنتكلم في الجديد لما يكون نهائي يعني ايه يعني فيه فرق كبير جدا بين مرحلة المفاوضات اللي قد يصل فيها كل الأطراف المعنية الاتفاق نهائي والصفقة ما تتمش وبالتالي ما ينفعش نتكلم في حاجة إلا ما كل شيء يتم وكل شيء بنهائي ولنا فيه مثلا قصة عزيزي عقوبو مسأل حي على الكلام ده يعني طبعا إحنا كنا عارفين بتفاصيل المفاوضات والاتفاق اللي تم واللعب كان فيه غاية الترحيب وكان عنده رغبة كبيرة جدا أنه يلعب مع النادي الأهلي وكان فيه اتفاقات على كل التفاصيل بين الناديين لكن في النهاية اللعب ما اكتس الاختبار الطبي أو اكتاز خلينا عشان أحط الصياغة المظبوطة اكتاز الاختبار الطبي بس كان فيه بعض الشكوك المرتبطة بإصابات قديمة خافت إدارة النادي الأهلي تبقى للسشرات الطبية إنها قد تتجدد لطبيعة أو لاختلاف طبيعة المنافسات اللي بيأخذها النادي الأهلي في أفريقيا وفي كاس العالم وفي الدوليات المحل المطولات المحلية واختلاف طبيعة الأجواء واختلاف طبيعة الأرضية واختلافات كتيرة جدا قد تؤدي إلى تجدد الإصابة مرة تانية وبالتالي كانت الرغبة في تعديل صيغة الاتفاق بأن يكون عارف لشان كده إحنا ما كلمناش على عزيزي عقوبه إلى أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أو شكل نهائي وبالتالي نعلنه عن حضراتكم فيه فرق بين الجديد والمستجدات عند الأهلي كتير جدا وشبه يومية وبالتأكيد أنتم تبعتوا عشرات الأسماء بدون شك من بره مصر ومن جواه مصر بعضها صحيح بعضها غير صحيح بعضها قاربة قاربة على الانتهاء لكن الأهلي وده اللي يهم جماهيره معني بتدعيم الفرقة في المركات الشتوي بأفضل صورة ممكنة وفيه جميع الخطوط فيه تركيز كبير جدا وفيه اهتمام وأنا شخصيا حقيقي مهتم جدا 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 بخط هجوم النادي الأهلي لأنني شايف أنه بقيت الخطوط إلى حد كبير ما عندنا مشاكل فيها تحتاج تدعيمات تحتاج تدعيمات لكن في النهاية إشكالية الأهلوية كلهم قدام شوفنا طبعا كريستو صفقة هجومية أولى وأعتقد أنه خلال الأيام اللي جاية هيتم الإعلان على أقل تأدير على أقل تأدير لو كنا نتكلم عن خط الهجوم على صفقتين بإذن الله لكن إلى أن تنتهي إدارة النادي الأهلي من تسواة كل التفاصيل هيتم الإعلان عنها لكن خلينا أقول لكم أنه باب المركاتو مفتوح وابقو طيب المركاتو الشتوي في أوروبا نار 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 والليهمنا منه خلينا نبتدي بالنني لأنه النني وكلام كان عن النني في المواسم الأخيرة كتير جدا كل موسم أو كل موسم انتقالات شتوي كان أوصيفي نسمع عن رحيل النني أو عن عروض مقدمة للنني أو عن نهاية علاقة النني بالأرسنال كتير جدا لكن يبدو أن المركاتو ده هيكون هو الفصل الأخير في علاقة النني بالأرسنال لأنه في بعض التقارير الصحفية اللي كلمت على رغبة نادي أستنفيل في التعاقد مع محمد النني في فترة الانتقالات الشتوية ويمكن اللي خلينا نراهن على الاحتمالات دي أو تقول أنه الاحتمال اتمام الصفقة احتمال كبير جدا هو من أنه أوناي أمري هو المدير الفني الحالي لفريق أستنفيل وأوناي أمري في فترة من الفترات كان بيتولى تدريب فريق الأرسنال ويعلم تماما مش بس يعلم تماما ده بالعكس كمان خلينا نقول عنده قناعات كبيرة جدا بقدرات محمد النني في نص الملعب وبالتالي في زل في زل عدم اقتناع أرتتة بأنه النني ممكن يكون لي دور رئيسي مع الأرسنال في الفترة دي احتمالية أنه ينتقل للأستنفيل طبعا كبيرة جدا وده وفقا لتأكيدات وتقارير صدرت من صحيفة ميرر البريطانية طيب هل طبعا أنني يهمني لأنه لعب مصري لكن كمان في صفقات من العرد تييل ويمكن قد تكون مفاجئة يعني واحدة من أهم الصفقات أعتقد اللي تمت خلاص أو تم الاتفاق على تفاصيلها بشكل كبير جدا هو انتقال جواو فليكس واحد من أمهر وأفضل اللاعبين البرتغاليين وبشوفه هو الخليفة الطبيعية والوريس الشرعي لعرش كريستانو رونالدو مع البرتغال اللي يمكن ما ظهرش بالشكل المتوقع في أتلاتكو مادريد انتقل بالفعل أو تم الاتفاق على انتقاله على سبيل الإعارة وبدون فكرة أو مبدأ الفرصة يعني أنه نادي الشلسي يكون عنده حقية الشراء بعد انتهاء فترة العارة فجواو فليكس مع البلوز جواو فليكس انتقل بالفعل إلى لندن وهيكمل الموسم ده في مقابل على أسف قبلغت حوالي 10 مليون أو 9 مليون سترليني على سبيل إعارة من صفوف الأتلاتكو مادريد لصفوف البلوز أو تشالسي همو مناسبة كلامنا على فكرة عايز أقول لكم أنه في احتمال مواجهة تكون موسيق اهي مش احتمال ده أكيد يوم 19 عشاء الدون عشاء الليو عشاء رونالدو وعشاء ميسي هيكونوا على مواجهة أو على معادة مع مواجهة أخيرة تجمع بين النجمين المواجهة هتكون على أرض السعودية لأنه في تحضير المواجهة تجمع بين نجوم نادي النصر والهالة السعودي كطرف وبالتأكيد هيكون معامك كريسيان ورونالدو في مواجهة أيضا باريس سان جيرما في السعودية بحضور طبعا لماسي اللي قد تكون المواجهة الأخيرة واستكمالا لكلامي اللي كنت بقوله قبل الفاصل على فكرة المواجهة اللي قد تكون الأخيرة اللي هتجمع بين كريسان ورونالدو وليو ميسي في السعودية يوم 19 يناير الكوكتيل اللي هيتعامل أو المنتخب اللي هيتعامل من نجوم النصر ونجوم الهلال في مواجهة باريس سان جيرما حالة وحيدة بس تمنع أنها تكون مواجهة الأخيرة وهي وكلامي بقوله هالكم ده معلومات بتقول أن المسؤولين في نادي الهلال مهتمين جدا وبدأوا بالفعل في الدخول في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني لليو ميسي عشان يلبس تيشرت الهلال بداية من الموسم المقبل صحيح طبعا باريس سان جيرما متمسكين بليو ميسي وصحيح عندهم رغبة في أن هم يجددوا عقده أو يمدوا العقد المستمر مع بي أس جي لكن مين عارف ما كانش حد يتوقع أبدا أنه رونالدو يكون موجود في السعودية وقد كان ممكن جدا يكون ميسي هو كمان موجود وعلى نفس أو في نفس السكة دي خليني أقولكم أنه من دلوقتي رونالدو كمان ابتدى يشتغل يعني بعد ما سمعنا أنه قدرت النصر السعودي بعد ما انتهت من صفقة كريستانو رونالدو بتفكر في أنها تنتدب الدولة الفرنسية نجولو كانت من شلسي النهاردة تقارير بتتكلم كمان على أنه رونالدو شخصيا ابتدى يتحرك وابتدى يفكر في أنه يدعم صفوف النصر السعودي وبدأ بالفعل في الدخول أو في التواصل يعني مع زميله السابق كوادرادو نجم طبعا كولومبيا ونجم الفريق اليوفنتس اللي كان اللعب مع بعض حوالي تلت مواسم وتواصل رونالدو مع كوادرادو وبيحاول أنه يقنعه بالانضمام لفريق النصر السعودي وواضح كده أن الموضوع مش هينتهي على كريستانو رونالدو وواضح كده أنه الأندية في السعودية هتركز بشكل كبير جدا أنها تروح لسكيل تاني وأعتقد ده دي قناعة الشخصية يعني أوجة نصر الشخصية مرتبط بشكل كبير جدا بفكرة استضافة السعودية لها بطولة كاس العالم والترويج لها من خلال الأسماع الكبيرة جدا زي رونالدو وزي هازرد في بقية الموسم لكن في النهاية كل الأسماء دي طرحت وكل الأسماء دي كانت على طولة المفاوضات مع الأندية السعودية النهاردة مطش مهم جدا جدا بين الأهلي والزمالك في دوري الطايرة لقاء الأخير جمع بين الفرقتين الأهلي يكسب أو نهل لقاء لصالحه بنتيجة 3-0 كل التوفيق لأبطالنا ونجومنا النهاردة أبطال الطايرة إن شاء الله بإذن الله المباراة استمتع بها كل جمهير وحنتكلم فيها على الكرة العالمية واتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة مميزة نتقابل بكرة على كل خير وهنتابع طبعا محترفيننا وهنتابع كمان الأندية اللي هتكون مشاركة مع الأهلي في دور المجموعات في دوري الأبطال آخر تفاصيلها وآخر مستجداتها هتكون موجودة معنا في حلقة النهاردة هنتقابل دايما على كل خير تحياتي لكم